السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديد وصفتي كنتم تكونوا بخير وعلى خير و احوالكم مزيانة كي غادي مع هاد البرد صراحة كين برد اليما غادي نصوف معكم هاد الخبز هاته ريجيم للناس اللي متبع ريجيم وحتى الناس اللي عندهم السكري خبز دي اللادس على بركة الله غادي نحتاج هنا يوم كيما كتشوفوا فهاد البول هذا عندي جوج دي الكؤوس ونصف دي اللادس ماشي العدس الحمر العدس الاخطر او لا هاد العدس هذا العادي بلدي ومنقي وخليتوا ليلى كاملة منقوع في الماء او لا ارقتوا ليلى كاملة هنا غادي نشد هاتك العدس من طبيعة الحال كيما كتشوفوا راه الفيديو شارح راسو راسو صفيتوا صفيتوا من ذاك الماء اللي كان فيه ومنين كنت مرقدة ساعة ساعة راني كنت كان بتلعليه الماء سافي غادي نحتاج لي جوج بيضات تحتال ثلاثة على حسب النوايات دي اللادس وغادي نحتاج لي شوية دي اللي ينصون والشمر او لا النافع وحبة حلاوة باشا غادي نتنسمو وعندي هذا زبادي او لدانون السوس عندي خميرة الخبز والبيكن او لخميرة الحلويات وزيت الزيتون المقادير كما العادة غادي نخليها لكم مكتوبة بالتفصيل وبالضبط في صندق الوصف اخذت هذا كلادس مهم تقدروا تخدموا في اي رغبة عندكم كانت تحنوا به كانت تحنوا هكا و ساعة ساعة كانت تفتح عليه وكان نجمع هذوك الجنيبات باش كي تتحن ليه كامل ومش يبقاش يعني هكا وتبقاش ليه شي حبات هكا اللي ما غادي يش يتحنوا صفي كانت جما كيما كتليكم هذوك الجنيبات وغادي نضيف ليه من بعد هذي المكونات الأخرى هنا بالنسبة لهذا الخبز هذا كي يجي يعني خبز سان غلوتان ما فيهش يعني طحين والنتيجة تجيله رائعة صراحة كي يجي زوين بالألياف وشي يخطو صالح الناس اللي عندهم السكار فما كانت تناولوش هذك الخبز البيض او الخبز العادي لانه راكوا عارفين شنو كي يدير صفي هنا يوم من بعد ما تتحنتوا هكا كانت تحن فيه وكانتحن فيه يعني وكانشوفه ليحسب متحنة ديالكم انا خدمت لها شواء لانه موجودة عند كل شي الى كان عندكم شرابوا هكا كي يتحن مزين ديروا كل شي في دقة واحدة يعني ذاك اللي عدس كتتحنوه وكتعودوا الدفول للمقادر ضفت ذاك الزبادي 110 جرام طبيعي بدون سكر من طبيعة الحال جوج حبت من البيض اللي كان الحجم جيلها كبير وعندي ملعقة طعام من الشمر والينسون مطحونين ملح حسب الطوق من طبيعة الحال وبالنسبة للمناكيهات فكتبقى اختيارية ديروا اي حاجة ابغيتو ممكن حتى انكم تنكهو بالقرنفل بالزنجبيل او بسكينجبير كيبقى لكم الاختيار انا هذا مصوبة يعني ديستيني انني غد نبقى نفطر بيه في الصباح ذاك شي علش يعني درت تليه ذاك الينسون وشمر اولا هدا حبت الحلاواء والنافع بالنسبة الخمارات فكخليهم هما اللخرين خميرة الحلويات 8 جرام والخميرة ديال الخبز غادي نحتاج ملعقة طعام عفوان ملعقة ديال القهوة صغيرة او لا صافي هنا غادي نضيف ثلاث ملاعق كبيرة او لا زبدة حيوانية ماشي زبدة نباتية وماشي المارغارين وانما زبدة حيوانية غادي نضيف ثلاثة ديال الملاعق ديال الطعام او لا ثلاثة معالق كبار صافي من بعد ما نضيفه يعني ديك البيض ودك الزبادي او لدانه مسوس فمنين كان نطحنوه كيبلي هني صافي يعطينا واحد لاتك سيغل تكون قطف راسا يعني ايباس احنا غادي ناخد المل الى كان عندكم ورقة الطبخ فمن الافضل كان عندكم مول ديال سيليكون اللي كنا وافي شوية فمن الافضل انا مكنش الى كان عندكم زيما غير بلا ما يكون مول سيليكون غير هكا ياشي مول وكين يكون ورق المطبخ انا مكنش عندي البابيس في الفاريزة او لورق المطبخ فقدرتو ديراكتما دهنت بالزيت ولكن مني نخرج شو من الفران كان خصني ولا بودة ديك الساعة اني نحيدو من البيغاكس بلا ما نقطعو بلا ما نقطعو هاد الشي اللي كاين هنا كنزينوه باش بغينا انا زيينت بشوية ديال بافو وشوية ديال جنجلان وديال زرعاء او لا مهم عباد الشمس ولا ما عارش كي يقولولي هادي صافي هاد الشي اللي كاين وكي بقى لكم تزيين اختياري ممكن دلو الحب الساعة ديال السوداء ديال زرعاء الكتان او لا بدور الكتان وديرو سيم سيم اي نوع ديال سيم سيم خاش اللي بغيتو هنا من بعد ما طعب انا حمرتو شنو باش كنديرو التاست ديال هاد الخبز كنشدو واحد الكردون او راموس وكنتكو بحل شكل جي الكيكا الاخرج ما انا نشف اراه طعب صراحة كي يخبز رائع والاهم انه صحي ما فيهش سعرات حرارية بزاف ويعني مالين سكار انهم غياكلوه بعينهم غمضين هكا هادي رعدوزلك يعني ثلث ايام اربع ايام هاد هادي مجبن اولا مع زيت الزيتون فكي يجي رائع طيب من بروم الداخل وانتم تحلفوا عليه يعني خبز مصاوب بالزراع بالنخالة بالنسبة لما دا قد يلعد اسرها ما كي يجيش باين نهائيا يعني رب حلوك تاكلو اي خبز غير هو يعني خفيف ولكن في نفس الوقت درية كتشبعو هدا هو الافونتاج ديالو اللي وصل حتى الهنة نقول ليه ما تنسانيش من لايك نتمنى الفيديو يكون عجبكم سلام عليكم الوصفة الجاية